بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه المعلاه أما بعدها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والذي خصصته للكلام عن الحملة البريطانية أو الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة هي الثانية والأربعون وأتحدث فيها أو واصل حديث فيها عن الحركة الوطنية في مصر وكنت قد انتهيت في الحلقة الماضية إلى موت مصطفى كامل رحمه الله تعالى وتولي محمد فريد الزعامة من بعده وبينت بعض أعمال محمد فريد وبينت أنه وقع بين فكيكا ماشت عباس حلمي وحكومة المصرية من جهة وإلدون غورست المعتمد البريطاني في مصر من جهة أخرى حيث كان البفاق بينهما قائما والضغط كبير على محمد فريد بخلاف مصطفى كامل سلفه فإنه كان يستفيد من التناقض بين عباس وكرومر هنا والكراهي التي كانت بينهما هنا اجتمع الفريقاني عليه أيضا الأسف الشديد كان هناك حزب اسمه حزب الأمة أو حزب الشعب وكان فيه لطف السيد سعد زغلول وجماعة هذا كان حزب البريطانيا وحزب القصر فأيضا كان يسفه الحزب الوطني يسفه أحواله ويسفه شؤونه فكان أيضا هذا ساعد في زيادة حصار فريد والحرب الشعواء التي كانت ضده رحمة الله تعالى عليه طالب بإنشاء مجلس نيابي لكن مطالبته مثل مطالبة مصطفى كامل لكن اتخذت طابعا إجرائيا جميلا ويعجبني في الإنسان أنه لا يستسلم ويتحرك لاستخدام بدائل أخرى مصطفى كامل جوبه مطلبه بالرفض لكن محمد فريد يبدو أن الأيام سقلته والخبرة الطويلة وأيضا تجربة مصطفى كامل في ذهنه فماذا صنع عمد إلى الشعب وهذا مهم جدا هذا الذي يفعله اليوم أردغان في تركيا الجيش يقف في وجهه يضايقه يعمد إلى الشعب ينادي بالسفتاء عام حتى لا يقال أن القرارات هذه قرارات حزب العدالة والتنمية أو هي قرارات البرلمان التركي الذي يسيطر إلى حزب العدالة والتنمية مع أنه يكون الحق معه ويمكن إصدار القرار من البرلمان فقط لا داعي للسفتاء الشعبي لكنه يلجأ للسفتاء الشعبي تقوية لقرار البرلمان وتقوية لاتجاه العام في الأمة فيبدو أن القرار صادر من الشعب التركي وليس من الحزب فقط ذكاء وتوجه جيد كذلك محمد فريد هنا نجأ إلى الشعب وجمع قرابة 45 ألف توقيع جمعها للمطالبة بإنشاء مجلس نيابي ودستور لمصر حر نزيه وفعلا قدم هذه المطالب للوزارة الوزارة كانت وزارة مصفهمي باشا آنذاك ووزارة عميلة الإنجليز طبعا ملتفتت فقدمها المطالب الخديوي نفسه عباس حلمي الثاني استقبلها في البداية استقبالا حسنا وكانه يعني زكاها أو وافق عليه مبدئيا لكن بعد ذلك أدار ظهره لمحمد فريد وتجهم له ورد مطلبه وكان يتضايق تضايقا كبيرا جدا لما يذكر له مطلب مجلس النيابي والدستور لا لشيء أيها الأخوة والأخوات إلا لأن بريطانيا تعارض والرجل كان قد وضع حدا الكراهية بينه وبين بريطانيا برحيل كرومر ومجيء غورست الذي كان نطيفا مع عباس فقرر أن يوالي الإنجليز ومقتضى موالات الإنجليز أن يعادي كل من يعادي الإنجليز فعاد الحزب الوطني وبالمقابل أيضا عاد هذه الفكرة ولم يقبلها أبدا وسفها القائلين بها وكان يتضايق عندما تعرض عليه حتى أنه مرة جاء بالقطار فقوبل بمظاهرة تقول له الدستور يا أفندين الدستور يا أفندين وأفندين هذه كلمة يقصد بها الخدايوي في مصر فكان يتضايق جدا من هذه المطالب لأن للأسف الشديد ما كان صافيا في علاقته بالشعب عباس حدمي وسيأتي هذا التفصيل إن شاء الله وتعالى أيضا الذي شد من أزرهم وعددهم صدور من أزر وعدد المؤملين بإصدار الدستور من حزب الوطني وعامة المناصرين له من الشعب صدور الدستور التركي في السنة نفسها الذي صدر طبعا كان سلطان أبد الحميد ما كان يريد إصداره سلطان أبد الحميد كان يدير البلاد إدارة مطلقة بدون مجلس مبعوثان كان يسمى المجلس المبعوثان مجلس النيابي عمل مجلس المبعوثان ثم عطله ثم صدر دستور لما صدر الدستور في 1908 شجع الجماعة في مصر على المطالبة أكثر بحقوقه من نيابية والدستورية لماذا كان عبد الحميد يرفض إصدار دستور هذا كلام طويل وليس هذا مكانه لكن لابد من أشير بإشارة موجزة بأنه ما كان يثق بزعماء الحركة الوطنية في مصر الذين كانوا تحت اسم تركيا الفتاة أو جون تورك وهؤلاء كانوا لهم علاقة كبيرة بالماسون وبالدوائر الصليبية العالمية فما كان يثق به مع عبد الحميد وكان هؤلاء هم الزعماء المنادون بالدستور ومطالبة بالدستور يعني هذا تفسير أولي من خلال القراءة التاريخية والله أعلم المهم أنه فريدا ما يأس وطالب لكن وجوبه بهذه المعارضة لما وجد أن الخداوي ليس معه وأن الحكومة المصرية ليست معه ذهب إلى مجلس شورى القوانين وطلب من مجلس شورى القوانين أن يتبنى إصدار أو مطالبة بإصدار الدستور والمجلس النيابي ليجعله ملزما للحكومة المصرية والإنجليز المجلس النيابي مجلس شورى القوانين اجتمع وهي الأسف رأى التأجيل لأن مجلس شورى القوانين هو مجلس معين ومجلس سوري لا قيمة له ومجلس تابع لبريطانيا والحكومة المصرية فكيف يعمل شيئا ضد بريطانيا والحكومة المصرية طبع هذا ما يمكن أن يكون فرد المطلب ولم يقبله أيضا عباس اجتمع مع غورست وقال عباس كلاما غريبا قال أنا يمكن أن أحكم مصر أنا وغورست حكما مطلقا وأنا أرحب بالاحتلال الإنجليزي هكذا الذي كان مناويا له طوال 15 عاما منذ أن تولى إلى انقلع كرومر 15 عاما يناوي الاحتلال فجأة يقول أمرحب بالاحتلال الإنجليزي وأراه أحسن من أي احتلال آخر يشير إلى الدولة العثمانية وأن إذا ذهب الإنجليز في الدولة العثمانية تعود يعرض بالدولة العثمانية بهذه الطريقة للأسف الشديد هذا التصريح طبعا خطير وخطير جدا رد عليه محمد فريد بقوة في صفحات اللواء وقال هذا كلام غير مقبول ونحن نطالب بمجلس نيابي ودستور ولا نقبل بأن يحكم مصر فرد مهما كان سواء كان إنجليزيا أو مصريا يرد طبعا على اثنين معا على غورست وعلى كرومر وطبعا ذهب لما ذهب عباس إلى لندن كان منقطعا على لندن مدة طويلة بسبب الجفاء الذي كان بينه وبين كرومر يذهب إلى أوروبا كل سنة إلى باريس إلى جينيف إلى كذا لكن ما يذهب إلى لندن بسبب العداء الذي بينه وبين كرومر هنا وكرومر في الصيف يذهب إلى لندن طبعا فهنا ذهب إلى لندن وعاد وقد تنكر تماما الحركة الدستورية وهذا الذي في مسيرته شيء غريب وسأتي على إضاح وجه الغرابة في حلقة عباس بعد فراغي من ذكر الحركة الوطنية لأن لا يفهم حق حلقة عباس فهم الواضح إلا بذكر هذه التفصيلات قبل أن نخوض في سيرته ولما رأى هذه المعارضة ذهب محمد فريد إلى أوروبا في جولات لينادي بحقوق المصريين وجلائي الإنجليز وإنشاء الدستور المجلس النيابي في أوروبا حتى تكون أوروبا مثل وسيرة ضغط على إنجلترا يعني أنا حقيقة ما أريد أن أقوم هذه الحركة الآن ذهب إلى أوروبا والمطالبة لكني أقول يجب أن لا ننسى أن المحتلين هؤلاء عصبة واحدة وأن فرنسا ما صنعت شيء للمصريين على كثرة الكلام التي اتكلمت به وطالبت الإنجليز بالجلائق لأن كان كلاما ثم ما لبث حتى الكلام أن انقطع بعد اتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا وهؤلاء المحتلون عصبة واحدة ضدنا لكن يعني هم رأوا ذلك فغفر الله لنا ولهم من أعمالي المهمة نعترض على اتفاقية السودان التي تجرد للمصريين من كل الفوائد وتحملهم كل المسؤوليات في السودان اعترض عليها وطالب بنقضها لكن لم يحدث هذا طبعا نقضت فيما بعد أنشأ أول نقابة للعمال في بولاق وهذه طبعا مهمة جدا وأنشأ لها ناديا وليش مهمة لأنه ما كان هناك أي حقوق العام المصري من قبل فكان يعمل هذا المسكين ساعات طويلة وكان يعمل بدون إجازات وكان يعمل بدون حقوق تقاعدية فإذا أدركته الشيخوخة ضاع فإذا مرض لا يجد من يعالجه فأنشأ أول نقابة للعمال في بولاق وأنشأ لها ناديا وسرت بعد ذلك نقابات العمال في الديار المصرية عقب صنيعي هذا وكان صنيعا موفقا لأن يضمن حقوق العمال في جو وحشي يفترس الضعيف افتراسا كبيرا جدا أنشأ ما يعرف بالاحتفال الهجري رسميا في مصر احتفال بالعام الهجري جديد وكان هذا لأول مرة كان يعمل احتفالات لكن هو وسعها بشكل رأت مع الحكومة المصرية أن تواكب هذه التوسعة وأن تجعل الاحتفال بالعام الهجري احتفانا رسميا تقوم عليها الحكومة المصرية طبعا يأتي إنسان يقول ممكن يأتي إنسان يقول طب يعني إيش احتفال بالعام الهجري يعني ماذا وماذا يعني احتفال بالعام الهجري وليس هذا الاحتفال مخالفا لثوابت العامة في الإسلام أقول اسمع هذا الاحتفال له رمزية خاصة أي بلاد محتلة من قبل الإنجليز ويحتفلون بعيد رأس السنة ويحتفلون بكريسمس ويحتفلون بنيويير هذا يسمونه العام الجديد ويحتفلون باحتفالاتهم كلها وليس للمسلمين احتفال جامع ولا يبهون أصلا بالمسلمين وبشعورهم وبذكرياتهم هذا أولا فكان هذا مهما الأمر الثاني أن في هذه الاحتفالات بالعام الهجري تحصل أمور لا يمكن حصولها بغير تلك الذكرى فإجتمع الناس ويجتمع زعماء الشعب ويلقون الخطب النارية القوية في وجه الإنجليز ووجه المحتل فهذا احتفال له رمز كبير وكبير جدا ليس فقط معنا دينيا تبهوا هذه قضية مهمة بل يستفاد منه بقوة في أشياء أخرى مهمة فيها مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين والشعب المصري فهذا إذن يشجع مثل هذه مثل هذه الذكرى ومثل هذه الاحتفال ويهتم به لا على أن المعنى الديني وكذا لا على أن نظر سياسي فيه مهم جدا وفيه مصالح مهمة وراجحة للشعب المصري طبعا أيضا كان يتحرك في أوروبا كل سنة فعقد مؤتمرا للشبيبة عقد مؤتمر للشبيبة في جينيف فكان يذهب لهذا المؤتمر ذهب في 109 وشارك فيه من الإنجليز كير هاردي زعيم حزب العمال وألقى فيه خطبة عصماء قوية محمد فريد وذكر حقوق الشعب المصري بشكل كبير وكان رائع جدا وكان لها دوي كبير هذه الخطبة وذلك الاجتماع والمؤتمر في أوروبا وفي مصر بعد ذلك وأكمل إن شاء الله تعالى جهود محمد فريد بعد الفاصل السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل لإخوة الأخوات كنت ذكرت قبل فاصل بعض عمال محمد فريد وأكملها الآن إن شاء الله تعالى أنشأ مدارس ليلية للفقراء من العمال وغيرهم والفلاحين وهذه مهمة لأن الإنجليز ألغوا التعليم المجاني ولم يعد يحتمل تكاليف تعليم إلى الأغنياء والمتوسطون تقريبا فإنشأ مدارس ليلية وفي الوقت نفسي طالب بمجانية التعليم لأن هذه قضية مهمة في مصر ومهمة جدا فإن عدد المتعليمي كان يتناقص عوض عن أن يتزايد بسبب هذه القيود وغلاء التعليم واستغلال أيضا الكنيسة لهذه القضية الكنيسة الغربية وإنشاء مدارس أجنبية في مصر بالمجان للفقراء فذكرت ذلك من قبل أيضا تكلم عن فداحة الضرائب وشدتها على الفلاح وما يعانيه الفلاح والعامل والفقير في مصر من فداحة هذه الضرائب وإلهاب ظهره بمطالبة مستمرة له بهذه الضرائب على فقره وعلى عوازه نقطة مهمة جدا عارض تمديد امتياز قناة السويس وكانت هذه فضيحة قناة السويس نحن نعلم أنها جلبت المصائب لمصر وذكرت هذا في حلقة الخديو أو الخديوي سعيد والخديوي إسماعيل وكان محمد علي يرفض بشدة إنشاء قناة السويس وكان يقول لا أريد بسفورا آخر في مصر لأن البسفور في تركيا جلب لها أيضا مصائب البسفور طبيعي لكن نحن نريد أن نصنع الآن بسفورا آخر بأيدينا فكان يرفض كان بعيد النظرة في هذا المجال لكن سعيد الأسف وافق وإسماعيل وافق أيضا وفتح المجال واسعا أمام الأطماع الأجنبية والذات الإنجليزية في مصر واحتلت مصر أصلا من أجل السيطرة على قناة السويس ومن أجل مآرب أخرى فالمهم قناة ذكرت ما أعيد لمن يريد أن يرجع بالتفصيل هناك كلام بالتفصيل عن قناة السويس لكن أراد الإنجليز أن يمددوا الامتياز الامتياز كان تسعا وتسعين سنة منذ سنة افتتاح القناة فتتحت القناة سنة ألف وثمانمائة وتسعين وستين ألف وثمانمائة وتسعين وستين للميلاد تقريبا سنة ألف ومائتين وستين وثمانين للهجرة افتتحت القناة رسميا إذا متى ينتهي الامتياز ينتهي بعد تسعة وتسعين عاما أي في سنة ألف وثمانمائة ثمانية وستين ألف وثمانمائة ثمانية وستين يعني تقريبا ألف وثلاثمائة و سبعة وثمانين ثمانية وثمانين للهجرة فأراد الإنجليز بضهائهم أن يمددوا الامتياز ويستغلوا فرصة الوفاق الحاصل بين الخداوي عباس والحكومة الإنجليزية وأمثلها في مصر ألدون غورست فماذا صنعوا أوعزوا للحكومة المصرية أن تنفذ بسرعة وبسرية تامة تنريد امتياز قناة السويس وكان القائم على الحكومة المصرية آنذاك بطرس غالي وكان نصرانيا ويا العجب نصراني رئيس وزارة في بلد مسلم و حاول أن ينفذ مشروع بسرية وبسرعة يعني يمدد المشروع امتياز قناة السويس من 1968 40 سنة أخرى وهذا كلام متى في 1908 يعني بقي 60 عاما لانتهاء الامتياز يعني مبكر جدا نتحدث فيه أصلا لكن مع ذلك نمددوه 40 عاما أخرى ليستمر 100 عام من تلك السنة فوصل الخبر يعني ينتهي في 2008 للميلاد فوصل الخبر إلى محمد فريد سارع بوضع بنود الاتفاقية هذه السرية كلها وضعها في جريدة اللواء فضجت شعب المصري عندما قرأها هذا الخبر وتضايقوا جدا وحصلت ربكة كبيرة وضجة كبيرة في مصر مما استدعى أن يحيل رئيس الوزراء بعد ذلك حمد سعيد باشا لأن قتل بطر صغالي في حالة الساعة عليه بعد ذلك أحال المشروع إلى مجلس شورى القوانين الذي رفضه بعد ذلك والله الحمد فكان الفضل بعد الله تعالى يعود محمد فريد الذي أبرز وبقوة الخسارة الكبيرة لتعود لمصر لو مدد امتياز القناة بشروط أنا ما أرى أن الآن نأتي على شروط هذه شروط وتفصيلات يعني مدام ما أقل المشروع ليس هناك داعي لذكرها إيجازاً واختصاراً في الوقت لكن الشروط كانت مشحفة وفيها مكر شديد من قبل إنجليز فبين ذلك تبياناً لا مزيد عليه جزاه الله خيراً ورحمه ورفع درجته في الجنة وفي الوقت نفسه فضح المخطط أمام الشعب المصري وكان له يد طول في إلغاء هذا القرار المجحف لو تم في حق مصر والمصريين أيضاً كان لو كان يقال هو قال كلمة المهمة قال لو كان في البلد مجلس النيابي حر محترم لعرض عليه هذا ولناقشه لكن ليس في البلد مجلس النيابي فيدون طبخ الأمر بسرعة فاستغل هذا الأمر لعادة المطالبة بمجلس النيابي في مصر أيضاً رئيس الولايات المتحدة الأمريكية روسفيلت جاء إلى مصر في تلك الأثناء ودار في الصعيد وفي القاهرة وألقى محاضرتين كانتا سيئتين جداً في حق مصر كان بطر صغالي قد قتل وسأذكر أسباب قتله إن شاء الله تعالى قتل فقال روسفيلت أنه قتل بسبب عصبية دينية وهذا كلام خطأ فإن بطر صغالي قتله وكان لمصلحة مصرية راجحة وكان حادثاً سياسياً على أي حال لم يكن حادثاً دينياً فزعم أنه قتل لمصلحة لعصبية دينية وزعم أيضاً أن الشعب المصري غير مهيئ بعد للدستور للمجلس النيابي وذاكر ذلك في الجامعة المصرية التي فتحت حديثاً في القاهرة بين المصريين أساتذة وطلاباً وكان في ذلك إهانة أو كان في ذلك إهانة كبيرة للمصريين كيف كافأه المصريون لقبوه بلقب دكتور في الجامعة المصرية مكافأة له انظروا إلى الهوان والذل فمحمد فريد حمل حملة شعواء على روسفيلت وبيّن خطأه الشديد في قضية أن بطر صغالي قتل عصبية دينية وتكلم كلاماً طويلاً آنذاك وعابع الذين منحوه لقب دكتور لروسفيلت في الجامعة المصرية بعد أن أهانهم في عقر دارهم ويعني تحدث حديثاً طويلاً في الحقيقة جميلاً رحمه الله اشترك أيضاً في مؤتمر لندن في مؤتمر باسم الأمم المهضومة الحقوق سنة 1910 وألقى خطبة فرنسية كان لها أيضاً صدى كبير ولاقت سحساناً كبيراً وعرفت الأجانب بأحوال مصر ومقالت إليه الحركة الوطنية في مصر لما رجع من هذا المؤتمر قوبر بحفاوة شعبية في اسكندرية عجيبة لكن كانت الحكومة المصرية قد قررت التخلص محمد فريد فلفقت له تهمة وهي أنه كتب كتاباً كتب كتاب عن الشعر فطلب مؤلفه محمد فريد هذا قبل سفر إلى مؤتمر أن يقرضه فقرضه بدون أن يقرأه تصفحه تصفحه سريعاً فقرضه كان فيه معدته الحكومة الإنجليزية طعناً فيها وفي توجهاتها في مصر فهنا الحكومة المصرية قررت أن تحاكم محمد فريد نجد تقريضه الكتاب انظروا هذا بعاز من المعتمد البريطاني في مصر من الحكومة البريطانية طبعاً أسأل أين حقوق الإنسان يا أية الحكومة البريطانية أين التشدقات الطويلة التي تناديين بها بحرية التعبير يا أية الحكومة البريطانية المهم فحكم وسجن ستة أشهر مع النفاذ وفي البرد في سجن زنزانة ضيقة ولما خرج كان أيضاً يطبخ له طبخة أخرى لأنه يراد إسكاته إلى الأبد فأدرك ذلك محمد فريد وتشاور مع عضاء حزبه وارتأوا جميعاً أن يخرج من البلاد في منفى اختياري فخرج في 1912 من البلد يعني تقريباً 1329 بتاريخ الهجري خرج إلى تركيا وتحرك في أوروبا حركة جيدة في شرح القضية المصرية وحضور مؤتمرات لكنه لم يعد بعد ذلك إلى بلاده أبداً ما عاد إلى بلاده بعد ذلك ومات في منفاه في الخارج سنة 1919 طبعاً بعد أن أدرك الثورة الثورة 1919 الثورة الضخمة في مصر يعني 1300 تقريباً وستة وثلاثين هجرية 1336 هجرية مات هذه الثورة 1919 ثورة خطيرة ومهمة حتى أن محمد فريد حمد الله تعالى أنه عاش حتى وجد المصريين يثورون في وجه الإنجليز ويقول أن أغراضه وأغراض مصطفى كامل وأهداف الحزب الوطني قد تحققت فضل الله تعالى بهذه الثورة لكنه ما عاش بعد ذلك ليهنأ بانقلاع الإنجليز من مصر وحصول الجلاء الكل فضل الله تعالى فمات في منفاه رحمه الله تعالى ورفع روحه في الليين محمد فريد بعده جاء حافظ رمضان حافظ بيك رمضان وقاد الحزب الوطني لكن حافظ بيك رمضان ما كان فيه شخصية محمد فريد ولا في قوة مصطفى كامل فالحركة الوطنية تضائلت بعد موت محمد فريد في الحقيقة وإن شئتموا الدقة الحركة الوطنية تضائلت عقب نفي أو المنفى الاختيار الذي خرج بموجبه محمد فريد من مصر ضائلت حالكة وطنية شيئا فشيئا شيئا فشيئا ونحن نعلم أن الإنجليز ضدها والحكومة المصرية ضدها والخدائي ضدها والأحزاب المشبوهة في مصر ضدها والجرائد العميلة في مصر ضدها فكيف تقوى على القيام كيف تقوى على القيام والوقوف في وجه هذه الأخطار كلها ما لم يكن هناك قائد قوي موفق ونوع من الحرية في التعبير والتحرك وهذا ما لم يكن كله موجودا آنذاك حافظ رمضان ما استطاع أن يواصل ظهرت قوة أخرى في الساحة المصرية أثناء وقبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة هي قوة حزب الوفد وسأتحدث عن هذا الحزب بعد ذلك وأنه أقام قواعده على العلمانية بعكس تماما الحزب الوطني الذي أقام قواعده على الإسلام وعلى الاتصال بالدولة العثمانية إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة